ممكن كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني لو زميلي يشازي يسمح لي أنا أسفع يمكن فيه موضة كده جديدة مقرقاني جدا وهي السوشيل ميديا مع الكتب فيه الملخصات اللي بتتعامل النهاردة في الكتب على السوشيل ميديا دي حاجة سخيفة جدا يعني النهاردة فين حقوق الملكية الفكرية للمؤلف لأنه احنا بنتكلمش البلوجر انت بتقول ريفيو إيجابي أو سلبي من حقك تقول الكتاب ده حلو يا جماعة روح أو وحش ما تقرهوش لكن لما ألخص الكتاب أنا النهاردة باخد من القارئ النهاردة لما أنا واحد يلخص لي الكتاب أنا زي اللي بيحرق لي فيلم مثلا مش هدخل الفيلم مش هقر الكتاب نقدر نجاهد ده إزاي في الحقيقة أنا مش هايف أن ده يعني ده مش حاجة تستحق المجاهد دي أنا بشوفه دي وسيلة من وسائل الترويج للكتاب لأن أي كتاب سواء كان عمل إبداعي أو عمل روايي أو عمل نقدي أو تاريخي أي أن كان الفكرة مش في الملخص يعني احنا برضو لازم نغير زينية الناس اللي بتتلقى مثل هذه المواد الفكرة مش في الملخص أنا لما بشوف مسلسل أجنبي كبير أو فيلم كبير مش هممني قوي اللي هيحصل إيه ما هو في الآخر الخير هينتصر على الشر يعني 99% الحرام هيتسجن القاتل هيتسجن لكن الفكرة بالنسبة لي إزاي هو عمل ده إزاي قدر يوصل من النقطة ألف للنقطة بيه في الكتاب النقضي إزاي هو قدر يشرح الأصيدة إزاي قدر يحللها في الكتاب التاريخي أقدر أشوف الروايات التاريخية متقبلة مع بعض عاملة إزاي المؤرخ الفلاني قال إيه ومين هو المؤرخ الفلاني المؤرخ التاني قال إيه وجهة نظر الكاتب ما بين الروايتين ما بين الرواية هذا المؤرخ وهذا المؤرخ هو ده إزاي قدر الكاتب بيسبق كل ده مع بعض هل الكاتب أصلا وجهة نظر في الروايات واللي هو مجرد ناكل يعني للروايات وحطهم جنب بعض هو حافظ ولا فاهم ده الموضوع الكاتب الشعر نفس القصة الصياغة بتاعت القصيدة المجاز الإحساس الهيجيني وأنا بقرأ البناء الشعري من البيت الأول لحد البيت الأخير الروائي إزاي قدر يقدم الشخصيات إزاي قدر يتفاعل معها إزاي قدر يعمل حبكة كل ده بالنسبة لي هو هنا المتعة الأساسية بس للأسف أنا برضو بشاركك الإحساس بالخطورة لأن إحنا الجيل دلوقتي عنده إحساس إيه الدين الملاقص الدين الموضوع هذا الجيل أنا شايف أن إحنا ما يصاحش أن إحنا نبصله بعين احتكار شوية لأنه هو نفسه بيتطور بشكل مذهل وبيتطور بيعمل قفزات كبيرة جدا 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 في الوعي وده اللي بيخلينا بقى نشوف دلوقتي المحتوى الثقافي بيتطور وبيظهر ويبقى تنوع إزاي وليه ناس وليه جمهور لا ده النقطة دي احنا محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل خصوصا عصر السرعة زي ما بنقول الناس محتاجة ياخدوا المعلومة في كابسولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة